حدثتكم عن هرج الروم كثيرون يتحدثون عن هرج الروم في أيامنا هذه فهل أن الذي يجري في أوروبا الآن وبشكل خاص ما يرتبط بالحرب في أوكرانيا هل هذا هو هرج الروم وقلت كلا وكلا فإن هرج الروم يأتي في سياق أحداث أولها أول تلك الأحداث أول تلك العلائم والأولية هنا كما يبدو أولية حقيقية ما هي بعرفية لأن الإمام بدأ بذكرها هذا لا يعني أن العلائم التي سيأتي ذكرها بالضرورة أن تكون متسلسلة بالتسلسل العددي إنما هي الأجواء العامة التي ستقع فيها تلك الأحداث لو كان الإمام يريد التسلسل العددية الرياضية الدقيق لقال وثانيها وثالثها لكنه أراد أن يبدأ بأول حقيقي بلحاض ما نظر إليه الإمام من العلائم المهمة التي أراد من جابر الجعفي أن يحدثنا بها هكذا قال له الإمام الباقر صلوات الله عليه وأنا أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة من رجال الغيبة الأولى الإمام الباقر يقول لجابر لجابر الجعفي يا جابر ألزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها أولها اختلاف بني العباس وما أراك تدرك ذلك ولكن حدث به من بعدي عني وقد وصلت أحاديث جابر الذي كان أمينا ومؤتمنا على دين محمد وأهل محمد فروات أحاديثهم مؤتمنون على دينهم هكذا بيّنوا لنا هذه الحقيقة من أن رواة أحاديثهم الصادقين والعارفين بحقائق دينهم وعقائدهم هؤلاء هم الأمناء على دين الله هم أمناء الله وهم أمناء محمد وآل محمد وجابر الجعفي مثال واضح منهم ولكن حدث به من بعدي عني ومناد ينادي من السماء إنها الصيحة إلا إذا أريد بهذا النداء شيء آخر ومناد ينادي من السماء ويجيئكم صوت من ناحية دمشق بالفتح وتخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية وتسقط طائفة من مسجد دمشق الأيمن ومارقة تمرق من ناحية الترك في كل هذه الأجواء الإمام يقول ويعقبها هرج الرو وبيّنت معناه الهرج الهرج سفك للدماء والهرج اختلاف شديد وسيقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة الجزيرة هي المنطقة الموجودة فيما بين أطراف الحدود العراقية من جهة الموصل وكذلك ما يوازيها ويقاربها ويجاورها من جهة سوريا ومن جهة تركيا أيضا هذه هي الجزيرة الأرض الممتدة عبر الحدود العراقية السورية وسيقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة وسيقبل مارقة الرومي حتى ينزل الرملة والرملة هذا العنوان موجود في فلسطين وفي بقاع أخرى من أرض الشام وفي العراق أيضا هناك أكثر من مكان يعنون بالرملة والرميلة وسيقبل مارقة الرومي حتى ينزل الرملة فتلك السنة يا جابر إنها السنة التي يكون فيها هرج الروم فتلك السنة يا جابر فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب المغرب هنا يحدد اتجاهه من العراق في هذه الرواية الحديث مع جابر وجابر عراقي كوفي فتلك السنة يا جابر فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب مغرب العراقي سوريا لبنان فلسطين الأردن وشيئا فشيئا باتجاه البحر الأبيض المتوسط وعبر البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا هذا هو مغرب العراق الذي يتحدث عنه إمامنا الباقر صلوات الله عليه لأن الحديث عن الأتراك هنا عن أتراك تركيا ولأن الحديث عن هرج الروم والروم هم أهل أوروبا فالمراد من المغرب ابتداء من سوريا والبلدان المجاورة لسوريا إلى البحر المتوسط إلى أوروبا فتلك سنة يا جابر فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب فأول أرض في مغرب العراقي تخرب أرض الشام فأول أرض تخرب أرض الشام ثم يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات راية الأصهب وراية الأبقع وراية السفياني هرج الروم لا يكون قبل السفياني هرج الروم يكون مقارنا للسفياني أو في فترة وجيزة تكون من بعد ظهوره فهرج الروم يكون مقارنا للسفياني لا يكون قبل ظهور السفياني الذي يحدث في أوروبا لا علاقة له بهرج الروم والذي يظهر من خلال المقارنات بين الروايات وبين الوقائع التأريخية السابقة واللاحقة فإن المراد من الهرج هنا بالدرجة الأولى الاختلاف قد يشتمل على سفك الدماء الحديث عن علامة جديدة تكون في بلاد الروح سفك الدماء مرّة في الحرب العالمية الأولى ومرّة في الحرب العالمية الثانية ومرّة في جهات وبقاع أخرى بنحو جزئي في بلاد الروح المراد من الهرج هنا الاختلاف الذي حدثتكم عنه قد يكون مجتملاً على سفك دماء لا أريد أن أذهب مع الرواية فإن الرواية طويلة وليس الحديث عن تفاصيل هذه الأحداث النقطة المضيئة الخامسة أن نعرف خصائص زماننا فهل ما يجري الآن هو هرج الروم الجواب كلا هناك سؤال آخر يأتي متسقاً مع هذه الوقائع والأحداث التي تجري على أرض أوروبا هل هذه النار نار أذربيجان أو آذربيجان هناك قراءتان أذربيجان أو آذربيجان الجواب كلا ما يجري على أرض أوروبا الآن وتحديداً في أوكرانيا حرب تحت السيطرة أما نار آذربيجان فقد وصفتها الرواية لا يقوم لها شيء ليست تحت السيطرة فهذه النار ما هي بنار آذربيجان أقرأ أقرأ الرواية عليكم من المصدر نفسه من غيبة النعماني ومن الطبعة التي أشرت إليها في الحلقة الماضية في الصفحة الحادية والسبعين بعد المائتين إنه الحديث الرابع والعشرون بسنده بسند النعماني صاحب الكتاب عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان مرت علينا الروايات من أن الناس تزحف إلى قبر الحسين متى بعد انقطاع ملك بني مروان متى ينقطع ملك بني مروان حينما يصعد العباسي على أعواد منبرهم في بغداد الحديث عن قبر الحسين وعن زيارة الحسين فليس عن الشام إنه حديث عن العراق حديث عن بغداد والنجاف إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج أو أدرج المعنى واحد أدرج ملك بني العباس أدرج ملك بني العباس أي تحرك باتجاه نهايته لا يعني أن أمده سيكون قصيرا وإنما المراد أنه يحمل عوامل سقوطه في داخل مضمونه هذا هو المراد من أدرج أو أدرج ملك بني العباس إذا صعد العباسي يعني أن العباسي فاشل لماذا يستمر حكمه لأنه يحكم شعبا غبيا فاشلا إنه شعب أثول شعب غبي فلذا فإن الفاسدين الفاشلين الأغبياء سيستمرون في حكمه هذه قضية طبيعية هذه سنن التأريخ إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج أو أدرج ملك بني العباس أي تحرك باتجاه نهايته لكن هذا لا يعني أن أمده سيكون قصيرا لأن الأحاديث أخبرتنا أيضا من أن حكم العباسيين الثاني في بغداد والكوفة كلما ترى أنه سينتهي سيبقى مستمرا هناك من يبعث الحياة فيه إنها مرجعية نجف التي ستنقذه في كل حالة تهاوى فيها حكم العباسيين في المنطقة الخضراء المرجعية في النجف تبعث الحياة فيه إذا سعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بن العباس تحرك باتجاه نهايته لماذا؟ لأنه يحمل الفشل والفساد في أصل تكوينه في أصل مضمونه هذه مرجعية فاسدة فاشلة وأحزاب شيعية قطبية فاسدة فاشلة فأسباب السقوط موجودة في مضمون هذه المرجعية وفي مضمون هذه الأحزاب القطبية الحاكمة بكل تشكيلاتها وتفاريعها من التنظيمات والميليشيات إلى غير ذلك من المجموعات حتى تلك التي تدعي الاستقلال ما هي بمستقلته؟ خيوطها تعود إلى أنامل المرجعية العباسية العباسية الفاسدة الفاشلة في النجات إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بن العباس وقال وقال صلوات الله وسلامه عليه إمامنا الصادق قال قال لي أبي إنه الباقر صلوات الله عليه لابد لنار من أذر بيجان أو من آذر بيجان لابد لنار من أذر بيجان لا يقوم لها شيء نحن لا نعرف ما هذه النار هل هي نار محسوسة مرئية إنها نار الانفجارات ونار الأسلحة الهائلة هل هي نار النفط هل هي نار الغاز ونار حروب الطاقة والمياه أي نار هذه أم هي نار الفتنة ونار ثورة شعبية ستكون في أذر بيجان هناك أذر بيجان الشمالية وهي الدولة وهناك أذر بيجان الجنوبية وهي مقاطعات في دولة إيران لابد لنار من أذر بيجان لا يقوم لها شيء لا تكونوا تحت السيطرة فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم وألبدوا ما ألبدنا ألبدوا التصقوا ببيوتكم التصقوا بها والتزقوا بها التصقوا والتزقوا وألبدوا ما ألبدنا فإذا تحرك متحركنا متحركنا هنا إما المراد اليماني وإما المراد إمام زماننا بقرينة ما يأتي من كلامه فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه والسعي السعي ما هو المشي السعي أوله الهرول ومن هنا تكون الهرولة سعيا ما بين الصفا والمروة فالسعي أوله الهرولة فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا حتى لو كان ذلك زحفا ما كنتم قادرين أن تسيروا على طول قاماتكم فاذهبوا حبوا والله لكأني أنظر إليه الكلام هنا عن إمام زماننا والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد فإذا تحرك متحركنا قد يكون ما جاء في الرواية شرحا للمتحرك الذي أشار إليه الإمام الباقر صلوات الله عليه والله لكأني أنظر إليه أنظر إلى المتحرك وربما أريد بالمتحرك هو اليماني باعتبار أنه مقدمة لإمام زماننا جمعا بين الرواية هذه وروايات أخرى تأمر بنصرة اليماني بالنحو الواجب والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد هذه جملة استئنافية بعد أن انقطع الكلام عند الجملة المتقدمة فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا وانقطع الكلام وإنما فسرتها باليماني جمعا مع روايات أخرى تأمرنا بأن نتحرك باتجاه اليماني وأن نناصره ولسانها الوجوب وهذا كله سيتحقق قبل هذا الموقف قبل الموقف الذي تتحدث الرواية عنه والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام الجو الذي ترسمه هذه الرواية جو قريب من زمن الظهور الشريف لابد لنار من آذر بيجان لا يقوم لها شيء فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم وألبد ما ألبدنا هذه القرينة وألبد ما ألبدنا تشير إلى أننا نلتصق ببيوتنا منتظرين وإلا لكتفت الرواية بهذا التعبير مثل ما ورد في روايات أخرى فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم كونوا أحلاس بيوتكم الزمان مفتوح وألبد ما ألبدنا ألبد ما ألبدنا كالذي يخفي نفسه يلتصق في مكان يلتزق بزاوية يخفي نفسه إلى حين فإذا تحرك متحرك هذه التعابير تشير إلى فترة مقاربة فالذي يجري في أوكرانيا لا تنطبق عليه هذه الأوصاف فضلا عن أن أوكرانيا ما هي بآذربيجان آذربيجان الشمالية هي الدولة التي عاصمتها باكو وآذربيجان الجنوبية هي مقاطعات ومدن في إيران ربما مسامحة يطلق على بعض الدول التي تجاور آذربيجان الشمالية ربما مسامحة يطلق عليها آذربيجان أما أوكرانيا فهي أوكرانيا لا يطلق عليها آذربيجان لا سابقا ولا في أيامنا هذه لا بد لنار من آذربيجان لا يقوم لها شيء فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم وألبد ما ألبدنا فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد نذهب إلى فاصل